أسعار النفطي ترتفع إلى 70 دولاراً ثلاثاً قبيل الاجتماع الوزرية السابع عشر لتحالف أوبك زائد المخصص لدرسة أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها على المدى القصير يسبقه الاجتماع الثلاثون للجنة المرقبة الوزرية المشتركة جيامامسي التي سيتعين عليها تقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج لشهر ماي 2021 للدول الموقعة على إعلان التعاون وذلك بمشاركة 23 دولة على رأسها الجزائر ممثلة بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالمقابل ذكر مصدر بي أوبك أن المنظمة وحلفائها سيلتزمون على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الانتاج تدريجياً بينما يوزن المنتجون بين توقعات بحدود انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم يأتي هذا في وقت تلقت أسعار والنفط دفعة من بيانات صينية أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مي وارتفعت عقود خام برينت القياسي العالمي تسليم أود 83 سنة أو 1.2% إلى 70.15 دولار للبرميل فيما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل بدعم من أمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم السياحة الصيفي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم